تنطا أعلنت نجاح أربع فرق طبية بمستشفياتها في استخراج سيخ حديدي السيخ ده اختارق جسم طفل في عملية جراحية نجحة استغرقت ساعتين والدكتور أحمد غنيم عميد طب تنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية كان كشف أنه تم استقبال طفل بيبلغ من العمر حوالي 15 سنة بعد سقوطه من الدور الأول الطفل ده سقط على سيخ حديدي بيبلغ طوله متر واختارق جسده من الأسفل للأعلى ده كان مرورا بالبطن والحجاب الحاجز والرئة اليمنى وبجوار البطين الأيمن للقلب والشرايين العظمى الرئيسية خرج سيخ من أعلى الصدر من الناحية اليسرى ويتمكن الأطباء من إنقاذ حياة الطفل بأعجوبة واستخراج السيخ الحديدي في إنجاز طب جديد بيسجل لمستشفيات تنطا الجامعية